معظم الناس لا يعلم ما هي الكهرباء بالضبط ولا يعلم كيف تتحرك الكهرباء في المواد مع العلم أن فهم هذا الأمر بسيط جدا جدا وخاصة إذا كان الشرح مقدم من دعوني أعرفكم عن نفسي أحمد أبو مالك رقميا وأبو هيثم عمليا باحث في الجسيمات الأساسية وتكوين الذرة وخبير في الدوائر الإلكترونية ومصمم ثريدي وتحياتي للجميع هناك مصدران شائعان لتوليد الكهرباء إما بالحث المغناطيسي وهو نفسه الكهرومغناطيسي أو بالتفاعل الكيميائي بالتفاعل الكيميائي يعني البطارية وفي هذا الشرح البسيط نحن نتحدث عن توليد الكهرباء بالحث المغناطيسي اعلم أن الكهرباء المتواجدة في منزلك القادمة من محطة الكهرباء يتم توليدها بالحث المغناطيسي والآن راقب معي كم هذا الأمر بسيط فقط افعل هذا وسيتولد كهرباء في هذا السلك مغناطيس ثم تقوم بتدويره بقرب السلك ثم يتولد تيار كهربائي يدور في هذا السلك التفسير للسلك الكترونات حرة صغيرة جدا لا نستطيع رؤيتها وعددها كبير جدا وهي تتحرك في السلك بشكل عشوائي وبسبب أن حركتها عشوائية لا نجد كهرباء في هذا السلك وعندما نسلط مجال مغناطيسي على السلك تتوحد حركة الإلكترونات الحرة وتسير بنفس الاتجاه الآن هذا هو التيار الكهربائي فقط هذا كل ما في الأمر الأسئلة الشائعة بالنسبة لهذا المثال فقط سلك على شكل حلقة وموصول على مصباح نعم ينشأ فيه تيار ولكنه ضعيف جدا ولا يمكنه تشغيل المصباح يجب وضع المزيد من الأسلاك لكي يرتفع الفولت والتيار بعدها يمكن تشغيل المصباح ولهذا السبب يتم استخدام ملفات كهربائية السؤال الثاني إذا وضعنا مغناطيس بقرب السلك هل تتحرك الإلكترونات الحرة باتجاه موحد ويتشكل تيار كهربائي؟ الجواب لا يجب أن تستمر بحركة المغناطيس لكي يستمر وجود تيار كهربائي لماذا؟ ركز معي للذرة نواة ثقيلة في الكتلة أي وزنها ثقيل والإلكترونات خفيفة بالكتلة وبسبب أن الإلكترون أخف من النواة فإن الإلكترون الحر يتحرك في المتغيرات الخارجية بسرعة قبل أن تتحرك النواة فارق الزمن هذا يعطي دوران محور أسرع للإلكترون وعندما يدور الإلكترون حول محوره أسرع هذا يعني أنه اكتسب طاقة طرد مركز أكبر ثم يستطيع الابتعاد عن النواة لمسافة أبعد وبسبب أن جميع الإلكترونات الحرة الواقعة تحت تأثير المجال المغناطيسي ستبتعد عن أنويتها بنفس الاتجاه فإنها تشكل التيار الكهربائي أو هذا هو التيار الكهربائي بمعنى أشمل هذه الحركة الجماعية المتوحدة في الاتجاه هي التيار الكهربائي فإن توقف المجال المغناطيسي الخارجي عن الحركة بمعنى عندما تثبت شدة المجال المغناطيسي الخارجي لن يكتسب الإلكترون طاقة طرد مركزي أعلى من طاقة جاذبية النواة سيحدث تعالل من جديد ولن يتحرك تيار كهربائي يجب تغيير شدة المجال الخارجي يعني تحريك المغناطيس لتوليد الكهرباء الخلاصة الإلكترونات هي السباقة دائما وذلك بسبب كتلتها الخفيفة نسبة لكتلة النواة والتغيير الخارجي يؤثر على الإلكترون قبل أن تتأثر النواة بفرق زمن معين وهذا هو السبب الرئيسي الذي لا يسمح بتشكيل تيار كهربائي في وجود حق المغناطيسي ثابت الشدة هناك سؤال لابد من الإجابة عليه من الذي يحدد اتجاه انتقال التيار الكهربائي إما إلى اليسار مثلا أو إلى اليمين طبعا المسؤولى ذلك هو المجال المغناطيسي لكن لماذا وكيف؟ المجال المغناطيسي عندما يتم تسليطه على المادة يدور الإلكترون حول محوره عندما يدور الإلكترون حول محوره بهذا الاتجاه فإنه ينتقل إلى اليسار عندما يتم قلب قطبية المجال المغناطيسي فإنه يدور بعكس هذا الاتجاه عندما يدور بعكس هذا الاتجاه فإنه ينتقل بهذا الاتجاه هذا هو السبب الرئيسي وهذا هو الذي يحدد اتجاه انتقال التيار هناك سؤال رائع جدا من المفروض يخطر على بال كل طالب علم أو كل باحث فيزيائي والسؤال هو ما هو المجال المغناطيسي بالضبط فإن كنت مهتم بهذا السؤال اكتب لي ذلك في التعليقات والسلام عليكم